موسيقى 67 كلمة كانت كفيلة بأن تقلب تاريخ شعب بأكمله وتؤسس لمأساة يعيشها حتى الآن تلك الكلمات هي رسالة وزير الخارجية البريطانية أرثر بيلفور إلى لورد وولتر روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية نصها شمل تعهدا من بريطانيا بتسهيل إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين موسيقى الرسالة كتبت في الثاني من نوفمبر عام 1917 وولدت من بين سطورها إسرائيل لتعطي وعد من لا يملك الأرض لمن لا يستحق ومهدت لتوافد المهاجرين اليهود إلى فلسطين تزامنا مع التهجير القصري والقتل الجماعي للفلسطينيين وبعد كلمات بيلفور وصل 100 ألف يهودي إلى فلسطين لتبدأ رحلة التغير الديمغرافي وممارسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني باقتلاعه من أرضه ومسح هويته التاريخية والثقافية رغم تأكيد نص الوعد على حفظ حقوق الطوائف غير اليهودية المقيمة هناك موسيقى وقد كان عدد اليهود في فلسطين وقت إعلان الوعد لا يتخطى 50 ألفا أو نحو 3% من عدد السكان في حين ناهز عدد الفلسطينيين 650 ألفا ومر قرن وستة أعوام ولم يتبقى للفلسطينيين إلا 15% من مساحة أراضيهم بعد احتلال إسرائيل لأكثر من ثلثي الأرض وتوسعها الاستيطاني المستمر على مدى عقود يطالب الفلسطينيون بريطانيا بالاعتذار عن الوعد إلا أنها تتجاهلها ومعها الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في دعم معلن للاحتلال ورعايته عسكريا وماديا والحرب على غزة الجارية الآن خير شاهد على مشاركتها في سرقة أرض وإبادة شعب تحت سطار الوعد المشؤوم موسيقى ما هي الحكاية؟ لكل من لا يعرف قصة إسرائيل قصة وعد بلفور الذي أعطى من لا يستحق ما لا يملك النهاردة هنحكي الحكاية دكتور معتمر أمين الأستاذ في العلوم السياسية واللي كانت رسالة الدكتوراء الخاصة به حول قصة عائلة روتشيلد التي قدم لها وزير الخارجية البريطاني بالفور لورد بالفور الوعد المشؤوم اللي كان بداية دولة إسرائيل إيه الحكاية هذه الحلقة لكل الأجيال اللي ما تعرفش اللي نسيت اللي ما سمعتش عن قصة مين عائلة روتشيلد وإيه هو وعد بلفور وإيه قصة نشأة دولة إسرائيل كتور معتمر أهلا بك أهلا وسأهلا أحكي لي الحكاية خليني أبدأ الأول أقولك أن فيه إشكالية في موضوع دولة إسرائيل دي عند كل يهود العالم مش بس اليهود اللي موجودين جوه إسرائيل وهي موضوع أن الديانة والجنسية أو القومية فكرة أن الديانة اليهودية انقلبت إلى قومية أو جنسية بيتعامل إشكالية أنا دوقتي رجل يهودي روسي أو رجل يهودي أمريكي مرة واحدة لقيت أن أنا لازم أبقى يهودي إسرائيل وبالتالي فكرة إنشاء الدولة عملت دي بيت أو عملت مناظرات أو حوارات عميقة جدا داخل الحركة السهينية وداخل اليهود في العالم كله عشان يوصلوا إلى قناعة أنه أيوة لازم نعمل دولة الفكرة دي مش راضية تترسخ بالطريقة اللي بينا قدامنا في الإعلام إنها مترسخة ومستقرة وسليمة ومعليهاش أي شوائب لحد النهاردة عندهم مشكلة في الحتة دي يعني الغريب إنه هذه الفكرة يعني موجودة يعني فكرة إسرائيل ودعم الإسرائيل والسامية وكل ده متغلغلة في كل مكان في العالم في الصحافة في السياسة في الصناعة كيف تغلغلة هذا الفكر في كل أنحاء العالم؟ لأنه في قوة بتدفع وراها والقوة اللي بتدفع وراها دي زي عائلة روتشيلد وغيرها دي قوة لها تواجد مادي قوي وبتعرف تدخل جوة مؤسسات الحكمة وتبقى من ضمن الأماشة الحكمة وبالتالي بيبقى لها تأثير في الإعلام في السياسة في صنع السياسات إلى آخره وبالتالي تقدر تربط مصالحها بمصالح دولة كبرى زي بريطانيا قبل الحرب العالمية الأولى مثلا وتقدر تاخد منهم حاجة زي إعلام بلفر حاجة تانية برضو عايزة أقولها أتمنى الأجيال اللي جاية تبقى عرفاها أنه مسألة أن الفلسطينيين باعوا الأرض هذا غير صحيح إحنا بنتكلم كل ما استحوذ علي اليهود منذ محمد علي إلى النشأة دولة إسرائيل عام 1948 أو الإعلان عن نشأة الدولة 6% من مساحة فلسطين وال6% دي ما كانتش مباعة من الفلسطينيين متقسمة إلى 3 حاجات 3% أو نصف ال6% دول عائلات أرستقراطية عربية زي عائلة صرسق مثلا لبنانية وغيرهم باعوا ودول من بر فلسطين باعوا 3% ومنهم مشكلة كبيرة جدا عملت سنة 1910-1911 باعوا أرض كبيرة الفلسطينيين تنبهوا أن في أرض كبيرة بتتباع نزلوا لأول مرة 1910-1911 بسبب الأرض اللي بيعت في مرج بن عامر دي عملت مشكلة كبيرة والأول مرة يبقى فيه ضرب ما بين الجهتين الـ 3% البقين متقسمين لجزئين جزء 1% أرستقراطيين أو أغنياء فلسطينيين الـ 2% الفلاحين الفلسطينيين بقى دول دول ما بعوش ده عليه ديون للبنك اللي بيسلفه عشان يزرع مش عارف يسدد نتيجة الاقتصاد الفلسطيني بينكمش تحت الضغط لحتلال البريطاني والاقتصاد اليهودي بيتمدد تحت الـ investment أو الاستثمارات القوية اللي جايين من الناس اللي معاهم فلوس بيأثروا خلينا نتجي الحكاية من الأول أين كان يعيش يهود العالم؟ يمكن أكتر من 66-70% منهم كانوا عايشين في حاجة اسمها نطاق الاستيطان نطاق الاستيطان دي منطقة في غرب روسيا وشرق أوروبا المنطقة دي زي ما الخريطة دي ممكن تكون بتبين المنطقة دي بتبين إيه؟ النطاق ده وقع تحت السيطرة الروسية بمن فيه من اليهود تمام؟ الروس كان عندهم دايما تشدد قوي جدا تجاه أن اليهود ما يدخلوش جوه المجتمع الروسي بعكس المجتمع الاوروبي اللي كان ممكن يترقوا فيه ويبقوا من جوه المجتمع ويسعدوا فيه في السلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ففضلوا محصورين في المنطقة دي اللي هي اسمها نطاق الاستيطان وده الاسم يعني مش إحنا المخترعينه ده الاسم اللي كان الرسمي بتاعها للقوانين الروسية كان بتقول عليه في القرن الثانتاشر في القرن الثانتاشر وفضل موجود لحد سنة 1917 لحد ما قامت الثورة البلشفية أسقطت قوانين الاستيطان وحتى اغتيال اللي هو الزار أليكسندر التاني ده قصته بقى قصة كبيرة أهو من عند القيصر أليكسندر التاني بدأت نقلة كبيرة أهو أليكسندر التاني ده لما تم اغتياله في سان بيتربرج سنة 1881 الجماعات اليسارية السورية اللي كانت اغتالت القيصر ده تلت تربحها فيها نشطاء يهود النشطاء دول لما انخرطوا جامد جدا في العمليات السورية نتيجة لايه مش عارف يندمج جوه المجتمع الروسي فبقى طالع في سورة ضد المجتمع الروسي بس سوى مش في سورة ضد المجتمع قوي ضد المؤسسة الحاكمة اللي هي يمثلها القيصر وبينها عليه ابتلت الدولة الروسية مع النخبة الروسية مع القوة الشعبية الروسية تعمل هجوم على اليهود اللي كان منهم جزء في اغتيال القيصر من هنا بدأت الحكاية الحكاية دي لما بدأت وحصل الاغتيال بدأت معاها اول حركة للفرار او الهجرة اللي هي الهجرة الاولى اللي طلعت من نطاق الاستيطان ما كانتش على فكرة عايزة تروح فلسطين ولا حاجة كتا عايزة تروح فين كتا عايزة تروح فين طلع من المنطقة دي حوالي 2 مليون وربع من اصل اربعة الى خمسة مليون يعيشين في المنطقة بتاعت نطاق الاستيطان دي الروسي المنطقة الروسية كله ده في روسيا المنطقة الروسية دي 2 مليون راحوا نيويورك والمنطقة بتاعت امريكا 120-150 الف راحوا عند الارجنتين تمام 25 الف بس هم اللي راحوا فلسطين امتى كانت فكرة الصهيونية حباء صهيون هذه الجماعة التي بدأت الفكرة لما بدأت الحركة بتاعت الهجرة تبقى حركة كبيرة قوي كده ظهر الحس الديني المعتقد الديني ابتدى يظهر في اللقطة دي ظهر حاخمات رجال دين مفكرين زي ليون بانسكر وغيره ابتدى يقولوا طيب ما نحاول نزوء الناس على نرجع على فلسطين هنا بقى فيه اشكالية اللي كلمت حركة عليها في الاول اللي هي ايه لما حرجع على فلسطين انا حرجع اوقين دولة يعني ولا حرجع من ايه ليه فلسطين ليه فلسطين عشان المركز الروحي علشان موسى ايوه عشان مركز روحي ولذلك بقى فيه حاجة اسمها الصهيونية الروحية اللي هي عايزة تقول ايه كل العالم عنده اماكن مقدسة وانا عارف ان القدس دي كانت بالنسبة لاجدادي وغيره مكان مقدس طب ليه ما عنديش تواجد فيها لكن التواجد هنا ممكن التواجد ان نقوم عامل معبد يهود كبير وكان فيه كتاب ومفكرين يهود بيقولوا الصهيونية الروحية معناها انك تروح وتقعد في الحتة دي وتعمل معبد زي الحرم المكي حاجة بالمعنى دا فيه ناس قالت لا اعمل دولة بس ما كانش يقدر يقول كده سنة 1880 هتبقى مشكلة كبيرة لو قال كده في الاول ما عندوش عدد ما عندوش ناس منظمة احباء صهيون دي كانت سابقة على المؤتمرات الصهيونية وسبقة على المنظمة الصهيونية اللي اتعملت سنة 1897 عملت ايه احباء صهيون ابتدت تنظم اليهود اللي موجودين مثلا زي دا ليون بانسكر واحد من المؤسسين عمل فين المركز الرئيسي اوديسيا اوديسيا فين في اوكرانيا ولذلك احب انبه السادة المشاهدين خد بالك العلاقة الوطيدة اللي بين الدولتين دول لانه جدود اللي انت شايفهم هنا دول جايين من هناك من عند اوكرانيا ولذلك الهجوم الروسي الاوكراني ده عمل مشكلة كبيرة بالنسبة له وحتلهم موقفين ضد روسيا جامد جدا في القصة دي ده بجانب النزالينسكي وغيره يعتبروا من اليهود او هم يهود واقع لأمر يعني انما نرجع الموضوع احباء صهيون لما نظمت الموضوع ده وبعد تنقص 25000 بقى عنده مشكلة ده مثلا صورة لمقتمر 1884 اول مقتمر يعملوه قبل مقتمرات هيرتزل ب13 سنة لكن لما عملوا المقتمر ده وابتدوا يبعثوا الوفود على فلسطين بقى عنده مشكلة ما عندهش تمويل لازم حد يسعيفه وين هم في الاول ما حاشو اخي بالو منهم ليه عدد قلال قوي جايين يشتغلوا عماله بيبني مستوطنات في حتة نائية ما حدش مركز معاه لا يعتبر تهديد الدول العثمانية كانت في الوقت ده هي اللي مسيطرة على فلسطين وحدود مفتوحة مكتش حد عنده مشكلة في انه تفضل يهودي يتفضل اهنا وسهلا جاي يحج ويمشي مع السلامة وكانت الهجرة الاولى اللي من 1882 ل1903 كلها 25 ألف وبالتالي لم تكن تمثل خطرا جسيما لكن لما ابتدت الاعداد المهاجرين تقل احباء صيون دول شعروا بالقلق قالك لا احنا لازم نروح للأسرياء اليهود في العالم الغربي يمولوننا المستوطنات الهجرات وغيره طب وضع أسرياء اليهود كان في الوقت ده عندهم مشكلة كبيرة قوي ايه الطوفان اللي جايري من نطاق الاستيطان ده اتنين مليون راحوا على أمريكا ربع مليون راحوا انجلترا بقى في مشكلة ايه الكميات دي ليه بقى في مشكلة زي ما قلت الحرك في الأول اليهود في غرب أوروبا وفي أمريكا اندمجوا جوى المجتمعات صعدوا في السلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي صحيح اللي جايين من هناك دول بقى بيفكروا المجتمع انت غريب شكلك مزينة طباعك حاجة مختلفة فبقوا اليهود اللي موجودين في المجتمعات الغربية أكتر ناس مش عايزة الهجرات دي تيجي بسرعة كده فطلعوا قوانين للحد من الهجرة دي يعني بعد ما هاجروا الهجرة الأولى واندمجوا داخل المجتمعات هم مش عايزين الآخرين يجولهم لا مش عايزين الآخرين يجولهم وبالتالي ظهرت جمعية زي ظهر دور عائلة روتشيلد البرون إدموند روتشيلد وبعد منه اللورد روتشيلد الأول أبو اللورد روتشيلد الثاني اللي هنكلم عليه اللي أخذ إعلام بيلفور ظهر موريس دهيرش تمام مثلا البرون إدموند روتشيلد ده أبو المستوطنات في فلسطين أكتر واحد بنا مستوطنات في فلسطين لحد سنة 1903 ويمكن بعدها بشوية كمان كان معظم المستوطنات في فلسطين قائمة على الدعم بتاعه دي صورة ليه سنة 25 آخر زيارة الستة اللي عملها لفلسطين وهو جاي بيكلم بقى على الفرق بين أول مستوطنة عملها سنة 1882 وزيارته سنة 1925 ودي خريطة المستوطنات خريطة المستوطنات اللي هو بناها أو اللي هو دعمها اللي هي الدوائر دي كلها دي المستوطنات طبعا بس الدوائر واخدها شكل كبير بس هي نقط صغيرة والنقط الصغيرة دي بتريد تبين إنه فيه نقط مهمة للانتشار بتاع اليهود ماشي إزاي هما مش منتشرين زي ما حريك شايفها كده مش منتشر فطول وعرض فلسطين هو فيه خط معين ماشي فيه اللي هو الخط السحلي وخط من الساحل لحد الجليل الأعلى واخد أكتر الأراضي خصوبة أكتر الأراضي فيها إنتاج زراعي مميز إنتاج يافة من البرتقان الحاجات اللي مشهورة بيها فلسطين مزارع الزتون العظيمة وهكاس مين هي عائلة روتشيلد؟ وليه بنقول عليها العائلة البنك هي بنك فيها حد ذاتها عائلة روتشيلد دي كانت أغنى عائلة في العالم بس مش هي دي مقاومات القوة بتاعت أكبر مقاوم للقوة بتاعتها إنها عائلة مالكة شبكة بنوك كانت مع بعض أكبر بنك في العالم منذ الحروب النابوليونية 2015 إلى الحرب العالمية الأولى 1914 وبالتالي لما تيجي تتكلمي على روتشيلد والعائلة وما تملك زي النهاردة لما أعمل مقارنة بين إيه؟ أكبر عشر بنوك في العالم ممكن أحط بنوك وول ستريت كلها وتبقى يدوبك قد حجم روتشيلد في القرن العشرين اللي هو من 1815 لحد 1914 فدي مقاومات العائلة المقاومات دي خلتها تقدر تعمل إيه؟ يقدر يقعد يتكلم مع صانع القرار يقدر يمول دول تدخل حروب يقدر يمول سلام ما بين دول ويدفع تعويضات عن دول وبالتالي بقى ليه مكانة قوية جدا جوة المجتمعات دي وجوة زي ما قلت عليك هم أو بالفعل كانوا جوة نسيج النخبة الحاكمة يعني مثلا ده اللورد روتشيلد الأول اللي هو نتانيال روتشيلد اللورد روتشيلد الأول ده عايزة أقول إيه؟ أولا لورد في مجلس اللوردات من ضمن مجموعة ميلنر مجموعة ميلنر دول أن نخبل حاكمة البريطانية هو على الطلاع الجامد جدا بالخطط البريطانية للتوسع جوة الشرق الأوسط على دراية وعلم ومعرفة أنه البحرية البريطانية تريد أن يكون فيه مستوطنات على طول الطريق من إنجلترا للهند موالية للبحرية البريطانية عشان البحرية البريطانية تعرف تنزل وتلاقي حليف محلي وبالتالي فكرة الاستيطان في إسرائيل فكرة مرحبة بيها جدا لأنها ماشية مع السياسة العامة البريطانية وبالتالي بقى فيه هنا واحد جوة المؤسسة الحكيمة مش واحد يمثل شبكة شبكة أكبر بنوك في العالم موجود جوة المؤسسة الحكيمة البريطانية لكنه لم يكن موجودا فقط في بريطانيا أنا عارفة أنه هو روتشيلد وزع ولاده لألمانيا مزبوط وفرنسا وإيطاليا والنمسا والفاتيكان طبعا والناس دي ما كانش مثلا كل واحد فيهم مجرد فرع ده كل واحد فيهم مواصل لقمة النخبة اللي موجودة جوة الدولة دي خلينا أضيف حاجة كمان لو لم تكن السهيونية وجدت روتشيلد لو وجدت عائلة تانية زيها ولو لم تكن عائلة روتشيلد وجدت السهيونية كانت وجدت حركة تانية زيها ليه؟ لأنه أنت كاي من على معتقد في دفع وراء مبني على فكرة المعتقد فالناس اللي جاية ماشي وراء المعتقد ده بتدور على الضلة بتاعتها مش النهاردة ولا في قرن 19 قرون طيب حنخلي عائلة روتشيلد على جنبه حنفهم علاقتها ببالفور والوعد لكن فيه اسم مهم جدا في التاريخ الإسرائيلي التاريخ إنشاء الإسرائيل وهو تيودور هيرتسل من هو؟ تيودور هيرتسل صحفي ممساوي بيغطي شغل في باريس شاف قدامه جريمة تحمس أنه يدافع عن الظابط اللي تم اتهامه بالتجسس وهو بكل كلمته أن هذا الظابط تم اتهامه فيه فرنسا بالتجسس لصالح بروسيا اللي هي ألمانيا لأنه يهودي مش لأنه زابط قدم معلومات هيرتسل من هنا بدأ ياخد صيت وسمعة فوسط مين؟ فوسط اليهود بتوع نطاق الاستيطان فبقى هو يعتبر قائد شعبي يعني تيودور هيرتسل ده يرجع لسنة الكام؟ 1800 1897 دي نقطة التأسيس بتاعته للمنظمة الصهيونية المؤتمر الصهيوني الأول منذ 1897 ويرس إيه بقى؟ حركة أحباء صهيون ويرس حركة أحباء صهيون بكل مؤسساتها وفروها ونظم الحركة الصهيونية وعمل بها المؤتمر الصهيوني الأول اللي هو 1897 اللي هو بعد ما خلص قال اليوم أنشأت دولة إسرائيل والناس حتشوفها بعد خمس سنين أو بعد خمسين سنة لكن لو أنا قلت كده دلوقتي الناس حتفتكر أن أنا مجنون لكن الناس حتشوفها بعد خمسين سنة في هذا التوقيت كانت كان الاحتلال العثماني أو كان التوسع العثماني موجود في يعني فلسطين كانت تحت الاحتلال العثماني ما هي دي بقى نقطة يعني التوصيف هنا حديلك الأول مثال فلسطين في الوقت ده بالنسبة لنا أنا في مخيلتي كده كواحد عربي أو واحد عندي هوية عربية إسلامية حابقى ببص على فلسطين كده أقول إيه فلسطين دي في قلب العالم العربي الإسلامي لكن وقتها فلسطين ما كانتش في قلب العالم العربي الإسلامي فلسطين كانت الخط المواجهة العثماني البريطاني هي اللي في الوش بين الاثنين آخر حدود الدولة العثمانية واقف عند حدود فلسطين آخر حدود الجيش البريطاني واقف عند حدود سينة وبالتالي دي ده أن مصر كانت تحت الاحتلال ده كان الانتداب ولا كان الاحتلال كان الاحتلال اللون الأخضر ده في الخريطة دي الدولة العثمانية ده بيبين فلسطين هنا نقطة اللي قدام سينة على طول دي نقطة عثمانية وبالتالي العالم وقتها شكله مختلف ما كانش الشكل اللي في مخيلتي النهاردة وأنا ببص ولذلك هرتزل لما عمل المؤتمر السهيوني هو عايز ايه عايز يروح للسلطان العثماني يقول له ايه لو صحة الدين فلسطين ازاي يعني قديك الدولة كده اه الدين الدولة كده فعمل المؤتمر السهيوني واخد معاه ده طب فين أغنياء فين روتشلد وفين النخب السياسية البريطانية سبوه يتحرك فضل روح كلم السلطان العثمان راح كلمه ما خدش منه حاجة ما قبلوش أصلا سنة والتانية من 1897 هو عمال يروح يقابلو 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 يحاول يقابلو ما بياخدش حاجة طيب نتجل عن موضوع ده هو عرف انه الجماعة بتوع ألمانيا القيصر الألماني رايح زيارة لتركيا قال والله احنا الحركة السهيونية او المخار الرسمي لها كان في برلين او المخار الرسمي لها كان في برلين قال والله اروح اكلم القيصر واقول له يتوسط عند الجماعة العثمانيين على أساس الألمان والعثمانيين اصحاب جدا فرح يكلمه قابلو في اسطنبول قبل ما يقابل السلطان عبد الحميد التاني ما وصلش النتيجة ثم القيصر ماشي راح فلسطين ام هرس الرايح وراء ودي زيارة الوحيدة اللي ظهرها الى فلسطين الصورة بقى اللي قدام حردك دي المفروض انها في فلسطين عايز اقول حردك حاجة الصورة دي اول صورة فوتوشوب في التاريخ فوتوشوب اول الله ليه بقى؟ ليه بقى؟ الصورة دي مش حقيقية القيصر ما كانش ميل كده ادي واحدة الحاجة التانية هرسل ما كانش موجود في الصورة دي اساسي ده الملك العثماني؟ لا ده ده القيصر وليام التاني فيلهم التاني الألماني وقدامه هرسل هرسل بقى المفروض انه هو واقف بيسمع الرسالة اللي جياله من القيصر بعد ما قابل السلطان طبعا الموضوع ده ما حصلش بالماظر ده خلص وكل اللي وقف قدامه هرسل الصورة الحقيقية اللي موجودة هرسل مش طالع فيه طالع جزء من رجله فالجماعة اليهود قالك ازاي يعني يبقى طالع جزء من رجله بس اموا عمين الفوتوشوب ده انا معرفش عملوش ازاي سنة 1893 شيء يعني عجيب لخلق هذه الصورة بالانطباع بتاعها ان الانطباع ان القيصر جاء لهرسل مقدما له مثلا موافقة رسالة من السلطان لم ينجح هرسل في الحصول على فلسطين وطنا او دولة لإسرائيل من العثمانين لم ينجح العثمانين مسلمين الحركة الشعبية السهيونية اللي هي الحركة الشعبية اليهودية بدأت تحس بالمأزق رجع التاني الروتشيلد لو سمحت الحقن هرسل رجع تاني الروتشيلد لو سمحت الحقن طب الحقن فبيقوله اعملك ايه حيددله طب ما تاخد وطن بديل في اوغاندا مؤقتا لحد ما الظروف الدولية تسمح لان الظرف الدولي ما سامح معايا بالطريقة دي فضلوا في العابه بقى في الكذا هرسل توفى 1904 فضلت الحركة السهيونية مكملة لكن بتدور على وطن بديل بس فضل اليمين خد بالحركة من حاجة مين اللي موجود بكتلة ضخمة جوه الحركة السهيونية الروس اليهود اللي كيين بالنطاق الاستيطان كل دول طالعين على اتجاه واحد فلسطين مش كل دول اللي فاضل من دول ما طالش نيويورك وعارف ان انجلترا مقفولة وعارف ان الارجنتين مش هتسمح بدخول تاني ما بقاش عنده حل غير ان يروح عند فلسطين ادي الموضوع من هنا جت انه لازم توجد البديل بسرعة لان الدبح اللي بيشتغل ضدهم لان الناس في النطاق الاستيطان كرهاهم شغلانة بقى يعني داخلين في كمية قوة عمالة تضغط في اتجاهات معاكسة ولازم نلحق الناس دي دخلنا وصلنا ليه اتفاقية سايكو سبيكو قبل بقى سايكو سبيكو في حاجة مهمة قوي اللي هو خط حديد برلين بغداد وحشبه لحرد خط حديد برلين بغداد بحاجة بتجرى النهاردة النهاردة بيجرى ايه اتفاقية الهند اوروبا الممر اللي هو بينافس مفروض طريق الحرير وغيره كويس مش اول مرة يضطرح الهند اوروبا ده خط حديد برلين بغداد من قلب برلين لحد الخليج العرب أكتر حد كان معترض على الخط ده انجلترا لأن انجلترا شافت إيه لو ألمانيا بقى عندها نفوذ سريع وصول سريع للخليج العربي ده معناها تهديد لنفوذ بريطانيا في الهند تمام وبالتالي طب أنا بالنسبة ليه الخط ده مهم مش عشان التهديد ألمانيا حاولت مع انجلترا مع روسيا مع فرنسا تهدي الضغط اللي على الدولة العثمانية واللي على الخط ده في سبيل ذلك كشفت لي حاجة كباحث بقى ما كنتش أتصور انها موجودة قبل سايكو سبيكو ايه هي انه مناطق النفوذ اتوزعت بالفعل قبل سايكو سبيكو فرنسا عايزة سوريا بريطانيا عايزة الجزء اللي تحت ومش عايزة تبقى هي وألمانيا قريبين من بعض فأي حاجة روسيا عايزة تاخد أرمينيا وعايزة تاخد الممر بتاع البوسفور والبحر الدردنال وغيره وممر الدردنال وغيره وبحر مارماره وبالتالي الكلام ده سابق على سايكو سبيكو لما جاء سايكو سبيكو بقى يتكلموا بان قصدي بقى الخريطة دي بوس عليك الخريطة دي فيها نقطة مهمة حرف بي دي اللي هو الجزء التحتاني دانجلتر حرف ايه ده فرنسا طب ليه بريطانيا حتضحي يعني بكل المسافة اللي فوق دي مش عايزة اي اتصال مباشر بينها وبين ألمانيا تحط فرنسا بقى فارزون بينها وبين ألمانيا طب ليه هي مواخدة الحرف بي ده عايزة تحط نفسها ما بين نفسها وما بين العرب وما بين فرنسا مش عايزة تصال مباشر ما بين العرب وما بين فرنسا فوضل الحتة البنة اللي هي عند فلسطين دي بقوا محترين فيها مين هيخدها؟ مين هيخدها؟ ومنقسم العالم بريطانيا عارفة ان اليهود عارزين الحتة دي وفرنسا بتقول لا استنى قدي لك يعني ايه قدي لك الحتة دي انا عايزة الحتة دي انا في الاخر كاسولوكية لابد ان يبقى ليه تواجد في الاراضي المقدسة وبقت شغلانة مين اللي حل الشغلانة دي؟ رجع دور شوية السايكوس مارك سايكوس اللورد روتشيلد ابتدأ يظهر في الحتة دي تاني وابتدأت اتصالات مع الفاتيكان مش عارك بتقول ليهم فروع؟ ابتدأت اتصالات مع الفاتيكان يا جماعة انتوا زعلانين ليه؟ ان اليهود يرجعوا ويبقوا موجودين جوة الاماكن المقدسة التاريخية بتاعتهم من هنا بدأ يبغط عشان ياخد الموافقة لان حكومة فرنسا قلت لانجلترا قبل ما طمدي على سايكوس بيكو مش حدي لك فلسطين الا لو الفاتيكان وافئ هو بيحط العقدة في المنشور الفاتيكان وافئ ومن هنا جاء وعد بلفور الى اعلان 1917 نقطة فارقة بقى اعلان بلفور ده لماذا لورد بلفور وزير خارجية ادى الوعد ده الووتشيلد؟ طب احنا ليه بنسميه اعلان بلفور؟ لسبب مهم قوي كل اللي انا حكيته لحضرتك قبل كده ده سري انت بتشوفي الظواهر بتاعته لكن اعلان بلفور ده اعلان عالمي طالع بيكلم اليهود في العالم ده روتشيلد نمركام بقى اللورد روتشيلد التاني التاني اللورد بلفور بيكلم اللورد روتشيلد التاني اش معنى هي لها قصة اش معنى اللورد روتشيلد التاني زي ما قلت حالك المكتب الرئيسي بتاع منظمة الصهيناية كان في برلين سنة 17 برلين في حرب مع العالمية الأولى ما يقدرش يدي الوعد ده لمكتب برلين فلازم يديه لشخصية تمثل يهود العالم اديه للورد روتشيلد التاني اش معنى لورد روتشيلد التاني عائلته من شماء من سنة 17 من سنة 1840 من هزيمة محمد علي سنة 1840 بيقولوا للحكومة البريطانية لو سمحت مدام محمد علي والخليفة تخنقوا ادينا الحتة اللي في النص اللي بينهم ونعمل فيها مستوطنات نبقى احنا الفلتر او البفر او الزون او المنطقة الفصلة ما بين الاتنين واحنا حنتعهدلك يا انجلترا نخلي ده ما يحاربش ونخلي ده ما يحاربش يا سلام من 1840 فالعائلة مش جديدة على المشهد ولا جديدة على الموضوع طبعا حارك عارفة انه هم اشتروا جزء كبير من قناة السويس مولوا الحكومة البريطانية ليه ليه بيمول الحكومة البريطانية ما هو انت لو مولت الحكومة البريطانية وبقت واخدق هي قناة السويس بقت هي الحاجز ما بين امتداد مصر والمشرق العربي بعد بلفور ماذا حدث للهجرات ماذا حدث يعني عشان وقتنا فهنا عايزين طيب ثلاث محطات رأسية صورة 1929 صورة 1929 صورة 1936 نبتدي بانتفاضة يافا الفلسطينيين لقوا ايه الهجرات اللي عملت جيلي دي ومين الناس اللي بتاخد الرزقي وشغلي طلعوا في انتفاضة ضد الناس دي فضلت الانتفاضة دي ضرب ضرب لكن القوات البريطانية نزلت بيد من حديد هنا فلسطين تحت الانتداب البريطاني نزلت بريطانيا بيد من حديد على الصورة لحد ما كسرت الصورة بس كمان نقطة كسر الصورة كان لها نقطة اقتصادية سريعة حوفر لك شغل طيب خريطة الانتداب دي بتبين نقطة مهمة قوي ان الحدود بتاعة فلسطين ما كانتش لسه متفق عليه هي كانت فلسطين والأردن مع بعض وهي دي الحتة اللي عليها الانتداب تشيرشل لما جيه فصل فلسطين بالخط اللي من البحر الميت الى البحر الأحمر ثم مده الفوق لكن كان عندهم اشكالية هي أرض إسرائيل دي أو فلسطين دي حدودها ايه؟ اعلان بيلفور ما بينش طب مين اللي حيبين؟ فقالك طبيب انجلترا وفرنسا يتفقوا ففرنسا بتقول انا عندي لحد ديافة ازاي تبقى معاك لحد ديافة؟ لأتكدها هتاخد أراضي من فلسطين بقت خناقة في الآخر ريسيو على اتفاقات سنة 23 و24 هي دي اللي نزلت الى وضع فلسطين الحالي اللي هو تحت الاحتلال دلوقتي انتفاضة يافة 1920 ثم انتفاضة النبي موسى انتفاضة النبي موسى 1929 دي نقطة مهمة لأنه كانت ضد حاجتين هجرات وكمان وراها ضد الاعتداء على المقدسات الإسلامية ودي كانت أول مرة تحصل اليهود بيصلوا عند حاقة البراق بيسمينه حاقة المبك بقى في مشكلة ما بين دول ودول قامت الانتفاضة الكبيرة والمواجهة الكبيرة المواجهة دي أقناعت عائلة روتشيلد نخب اليهود المنظمة الصهيونية لا يمكن التعيش المشترك الانتفاضة دي 29 دي 36 صورة فلسطينية ضد الاقتلال البريطاني اه دي بقى 36 دي صورة فلسطينية لم تأخذ حقها من التغطية ومن اللي الناس تدخل في وعي الناس عملت ايه لفلسطين صورة 36 دي استمرت 3 سنين قدمت قدي بقى 10% من اجمال تعداد الفلسطينيين راح في الصورة دي ما بين قاتل وجريح وضحية ومهجر كل قيادات فلسطين في الصورة دي لا اما تنفى لا اما تهجر بالتهجير قصر بما فيها عبدالقادر الحسيني والمفتي واستشهد عز الدين القسام اللي هو بقى دلوقتي الكتايب طلع باسمه وغير وغيره صورة 36 فعز الدين القسام اللي هي كتايب القسام الموجودة طلع من ده استوشهد فيه صورة الفلسطينيين 36 ضد التهجير اللي كان اصبح بشكل يعني ضخم بس كان في بقى نقطة تانية هن انجلترا او بريطانيا اللي هو دولة المنتدبة عمالة تبني مقومات دولة خلال الخمستاشر سنة انتداب من سنة عشرين لحد سنة ستة وثلاثين عمالة تبني مقومات دولة وتبني مقومات اقتصاد وتمدهم بسبل تصنيع وغير وغيره وبالتالي بقى فيه دولة جوة دولة لليهود واخدين الوظائف العامة والاراضي الفاضية وكذا وكذا والفلسطيني عمالين ينحصر وينحصر وينحصر متى بدأ طرح حل الدولتين؟ سنة تسعة وثلاثين في مؤتمر لندن ليه حصل المؤتمر ده وليه عملوا حل الدولتين؟ لانه رئيس الوزراء البريطاني قدرك انه لا يمكن يقدر يهزم الثورة دي ويفضل بقواته هناك ويسيب الخطر النازي اللي بعمل يطلع جوه أوروبا احنا كده بداية الحرب العالمية التانية فهو بيحاول يجرجر الجيش بتاعه بره فلسطين منتج امري عايز يطلع الجيش بره فلسطين عشان يفوق للخطر اللي جايله في أوروبا فقال نعم المؤتمر لندن اللي مصر حضرته كان علي باشا ماهر كان الوزير الخارجية وكان هو الرئيس الوفد المصري في المؤتمر ثم دخلنا في الحرب العالمية التانية في الحرب العالمية التانية بريطانيا طلعت في مؤتمر التسعة وتلاتين ده قرار وقف الهجرات حتعمل الهجرات قد ايه اتناشر ألف في السنة بس مش هيزيدوا عن كده طب لحد الوقت ده كان قد ايه في فلسطينيين وقد ايه في اليهود لحد الوقت ده مركز في حدود ربعمائة ربعمائة وخمسين ألف يهودي مقابل مليون مليون ومتين فلسطينيين وكان لسه الديمغرافيا من اللي صالح الشعب الفلسطينيين لحد سنة 48 الديمغرافيا فضلت كده عايز اقول لها لك حاجة النهاردة سنة 2023 لو خدت فلسطين التاريخية وخدت عدد الفلسطينيين في غزة والضفة وعرب الداخل سبع مليون قد اليهود اللي موجودين سبع مليون خمسين وخمسين برغم كل القتل وكل التهجير طيب الهجانة وكان لهم دور كبير في القتل يعني اللي موجودين دلوقتي دول ولاد الهجانة ما هو الهجانة دي هي جيش الاحتلال الإسرائيلي اللي بعد كده بقى الجيش الهجانة عملت ايه؟ عملت صورة مسلحة ضد انجلترا في حين ان كان في وقت الحرب العالمية التانية في جراين بشعة ضد اليهود طيب انت ليه ما طلعتش تضرب ألمانيا مين سلح الهجانة؟ الهجانة كانت تلاتة ربع التسليح بتاع الهجانة بيشتروا من الدول الشرقية أوروبا الشرقية مخرجات الحرب الحاجات اللي طلع من المعسكرات بتاع الحرب وهكذا انما في 48 جالوا حاجة تانية من الأمريكان قبل 48 كانت الهجرة السادسة لليهود ودي كانت هجرة ضخمة جدا طبعا نقلت بقى من 400-450 إلى 600 ألف فبقوا تلت الدولة 600 أصاد مليون ومتين بقوا تلت الديمغرافيا بس تلت ايه بقى؟ تلت مسلح تلت عنده علماء ألمان جايين له ناس من أوروبا عندهم تقدم تكنولوجي أنا ما عنديش ولا سلاح ولا كذا وبالتالي مضطر اعتمد على الدور العربية 48 كانت النكبة كانت نهاية الانتداب خلاص بريطانيا طبعا غزمت في الحرب العالمية التانية لكن انتصرت في الحرب التانية انتصرت بقى بعد كده اه يعني كدت البداية ثم انتصرت بعد ذلك وانتهى الانتداب انتهى الانتداب بس قبل ما انتهى الانتداب 48 سنة 47 بريطانيا فجأة العالم كله لأول مرة في تاريخه وقالت ايه؟ أنا هنسحف أنا مش عارفة الناس دي مش عارفة احطهم مع بعض يتفقوا طيب هتعمل ايه؟ هرجع الموضوع للأمم المتحدة اللي كانت لسه منظمة نشئة جديدة قرر ان هو ينهي الانتداب وينسحب بدأت على طول الحرب العربية الاسرائيلية اللي هي النكبة النكبة وفيه بعض الانتدابيات بيتسميها حرب الاستملاك اللي هو داخلت الجيوش العربية لكن مفارقات جيوش العربية بخيادة جنرال انجليزي مصر تحت الاحتلال وبتبعت جيش يحارب جواه فلسطين يعني فيه امور اشكالية موجودة في الحرب والاردن وانسحاب الاردن في هذا التوقيت يعني فيه قصص كتير والجيش السوري اللي داخل مش مطمئن للاردن هتعمل ايه فداخله ايه للناس بتاعته لو لقيت ان فيه حاجة زي كده انسحب يعني موضوع لكن كان فيه عبدالخضر الحسيني والشهيد طبعا شكري قواجي لا المصري البطل احمد عبدالعزيز دول لعبوا ادوار هائلة عطلت التمدد الاسرائيلي من 48 ل67 هم دول وقفوهم في الضفة وغزة ما عرفش يدخل هم دول عبدالخضر الحسيني البطل احمد عبدالعزيز ولولا الناس دي كانت زمان يعني 67 كنا شفناها في 48 48 اعلان دولة اسرائيل ووافقت عليها الامم المتحدة واصبحت امرا واقهم وانت بتبص على هذا التاريخ وبتشوف ما يحدث في غزة الان الان ما بين الغزة وبين الضفة دي كان في المية من مساحة فلسطينة 20% قبل ما تتكل بالمستوطنات كمان فيعني انما كمان بتتكل بالضفة بتتكل بالمستوطنات قد يفضل يعني ممكن يفضل منها 10% 7% حاجة زي كده ولا تريد اسرائيل حتى هذه ولن تريد ولن تريد يعني هو ممكن اقول احنا لو نحينا تماما الحقوق والتاريخ وكل شيء في شعبين موجودين على ارض حاجة من الاتنين لا حيقسموها لا واحد حيق تريد تاني ماذا تقول من هذه القصة كلها ايه الدروس اللي ممكن نتعلم نحناش اخرها لسه لسه اخرها جاي لما بشوف ده وبشوف قصة عائلة روتشيلد الدرس المستفاد ايه؟ انه لابد ان يكون لنا تأثير طبعا وعلى فكرة في محطات كتير قوي كان عندنا تأثير وكان ممكن نعكس الصورة دي جامد جدا يعني ارادة ربنا ان الامر مشي للوضع اللي احنا موجودين فيه ده لكن الحكاية ما انتهتش في رأيك ان الحكاية ما انتهتش مراجعة ان شاء الله يعملوا ايه؟ هل تشعر انه يعني من قراءتك للتاريخ انه ستكون هناك دولة فلسطينية؟ بالتأكيد بس هي النقطة على مدار يعني ممكن نختم بالحكاية بالمعنى ده على مدار 13 قرن احنا ممكن نقرأ في القرآن انه في دولة اسرائيل مفيش قدامي في 13 قرن دولة اسرائيل لما ربنا شاء جت ان شاء الله حيشاء ومش هتين واتروح انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور معتمر امين يعني قراءة التاريخ مهمة مهمة لنا مهمة لمن للاجيال الجديدة انهم يعرفوا كيف انشأت دولة اسرائيل ازاي اسرة زي روتشيلد وزي هيرتسل واخرين ادروا انهم يصروا على انشاء دولتهم ومعتقدهم طوال هذه السنوات على ارض لا يملكونها وزي ما قال بعد بيلفور دايما منح ما لا يملك لمن لا يستحق ولكن لان الفلسطينيين لديهم هذه ارضهم وهذه قناعتهم وهذا وطنهم فاكيد الحرب تفضل مكملة حتى تقوم الدولة الفلسطينية انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا الله بشكركم عزيزي المشاهدين حبينا نسمع الحكاية عشان اللي ما يعرفهاش يعرف منين جت هجرة اليهود مين هم عائلة روتشيلد مين هو هيرتسل مين هو بلفور اللي يعني من 106 سنة بالزبط يوم 2 نوفمبر ادى الوعد المشؤوم اللي بدأ الصراع في هذه المنطقة بشكركم نتقابل بكرة بإذن الله وهذه الميس الحديد نتحييكم نسبقها لخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة